موسيقى أنا الآن أسألك سؤال يجيبني من وقته عندما نقول آل محمد الآل هل تشمل أهل البيت والصحابة أم تشمل فقط أهل البيت عندما نطلق لفظ الآل جاوبني بكلمة واحدة وبوقتك فصل هل تشمل ماذا تشمل الآل فضلك خير بسرعة عندي أنا بيسألك من وقته يراد بها الأهل القرابة ويراد بها الأتباع تفضل ما سمعت شيء يطلق بإطلاقين تارة يراد به القرابة في النسب وتارة يراد به الزوجة وتارة يراد به الأتباع تفضل يعني عندما نصلي على النبي وآله ماذا يراد هنا يدخل الزوجات ويدخل العباس ابن عبد المطلب ويدخل ابن عباس نعم اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته نعم لا لا عندما نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد هل الآل يدخل في لفظ الآل الصحابة أيضا أتباعه يدخل الأتباع إلى يوم القيامة نعم تمام 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 فصل بوقت تمام فصل بوقتك إخواني شاهدوا يقول فلتأتي لي بدليل على وجوب اتباع أهل البيت انت حتى كيفية الصلاة عندكم باطلة احنا لازم حتى نوضح لكم كيفية الصلاة شكرا شكرا الوقت انته بزيادة تفضل يا شيخ خالد طيب يقول لا يوجد دليل على وجوب اتباع أهل البيت بالمعنى العام أنا ما سألتك عن المعنى العام ولا الخاص أمس قلت لك اعطيني الدليل على اتباع أهل البيت بهذا اللفظ سواء معنى عام خاص مطلق مقيب المهم يكون تحت لفظة آل البيت بأي فهم تفهمه أنت أما أنك تأتي تسألني ما معنى الآل وتخرج الآن أنت الآن مفوض اعطيني لفظة الآل أهل البيت بأي معنى من المعاني لسنا الآن في مراقشة منهم بعدين بعد ما سأتي بالدليل سنأتي من هو يدخل في هذا الدليل ومن لا يدخل الآن أنت ما أثبتت أي دليل هذا الأمر الأول أنا أريد بأي معنى أنت تختاره إيتي به زيان أخواني قال أنه مواذا قال أنه الآن عندما نصلي على محمد وعلي محمد يدخلون الصحابة الاتباع إلى يوم القيامة شاهدوا هو كيفية الصلاة عندهم باطلة تجي تريد أنه نتقدم إلى الأمام نجيب دليل على وجوب اتباع أهل البيت هو الصلاةكم عن نبي باطلة يقول اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على محمد وعلي محمد وصحبي وسلم تسليما ونزيدا مباركا إلى نهايتي فيقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وآل محمد يدخلون الأتباع اللي هم الصحابة بعدين يقول وعلى صحبه وسلم مزيدا مباركا وصحبه وكأنه شخص يقول اللهم صلي على الصحابة وعلى الصحابة لأن الآل أيضا تدخل ضمنها الصحابة ثم يقول وصلي على الصحابة هاي بالله عليكم هذا الدين حتى كيفية الصلاة خاطئة أحيانا يمكن أن يذكر الخاص مع احتواء العام عليه لمنزته وتقدمه لكن هنا خاطئ هذا الأمر لا يصلح هنا لماذا؟ لأنه لو قلنا أنه ذكر الخاص الصحابة مع احتواء العام عليه إذن الميزة والتقدم للصحابة إذن الصحابة أفضل من أهل البيت وهذا هو الواقع عندهم الصحابة أفضل من أهل البيت الصحابة أفضل من النبي الصحابة أفضل ومن كل شيء فكيفية الصلاة عندكم باطلة فضلا عن نناقش بعد ذلك الأدل ثم بعد ذلك يقول نحن ليس عندنا اتباع مطلق لأحد إلا الأنبياء والرسول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فكما نرى الرافد الزركوشي كما كان يستميته في أن يخرج نساء النبي من آية التطهير هو يستميت الآن في إخراج زوجات النبي وإخراج الصحابة وباقي أهل البيت من معنى الآل اللهم الاثنى عشر زائد فاطمة رضي الله عنه من آل البيت أي أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب يقول كيف نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين وأنتم تقولون أن الصحابة داخلون في آل محمد فهل تصلون على الصحابة مرتين أقول لك يا زركوشي النبي من آل إبراهيم أم لا غصبا عنك ستقول أن النبي من آل إبراهيم طيب كيف تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فأنت صليت على محمد وآل محمد مرتين صليت عليه لما قلت اللهم صل على محمد وآل محمد وصليت على محمد وآل محمد ثانية لما قلت كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم لأن آل إبراهيم تشمل محمد وآل محمد فهذه بتلك إذن إشكالك رد عليك لأن الذي لم تفهمه هو أن آل محمد هم كل أتباع محمد بما فيهم أهله وزوجاته وصحابته وأتباعه لكن بما أنك أيها الرافدية الزركوشي فتحت هذا الموضوع لتعلمنا الصلاة على محمد وآل محمد دعنا نحن نعلمك دينك فيما يخص هذا الموضوع والطامات التي في كتبك حول هذا الموضوع بأن أئمتك المعصومين كانوا يصرون على الصحابة والتابعين بل وكانوا يصرون على الزانيات المتمتعات ونعلمك أن اللعن عندكم أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد كل هذا سنعرضه لكن بداية نذهب به إلى كتاب الله ونبين له من هم الآل فالقرآن الكريم يشرح لنا ويبين لنا بوضوح معنى الآل فنحن لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد فآل محمد لا تقتصر على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدهم بل أمة محمد بأجمعها والدليل من كتاب الله يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية خمسين وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وهنا لنا أن نسأل نسأل الرافضة هل الله تعالى أغرق أهل فرعون أم أغرق قوم فرعون وجنوده وأتباعه هذا سؤال والجواب هو نعم أغرق قوم فرعون وجنوده وأتباعه وعليه فآل فرعون هم قومه وجنوده وأتباعه وبالتالي فآل محمد تعني أمته وأتباعه بما فيهم الأهل والأصحاب ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلاة في الصلاة المكتوبة وفي النوافل أو الرواتف ويقول تبارك وتعالى في صورة غافر الآية ستة واربعين النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فآل فرعون في الآية هم أتباعه لأن فرعون لم يكن له أبناء أصلا باتفاق المفسرين والذين كانوا يدبحون أبناء بني إسرائيل والذين أغرقهم الله هم جند فرعون وأتباعه وليس أولاده وأهله وعلى هذا فآل محمد هم أتباعه بغض النظر عن النسب والقرابة فآل محمد هم قوم محمد أو أمة محمد فلو كان أهله هم الاثنى عشر إماما وفاطمة فقط أين باقي بنات النبي وزوجاته وأين باقي الآل آل عباس وآل جعفر وآل عقيل أليس هم من آل إبراهيم بينما في التشاهد نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بمعنى أن آل إبراهيم هم نفسهم آل محمد أي أن آل محمد هم آل إبراهيم فإذا عدنا إلى تفسير الطبري هذا أمامنا كتاب تفسير الطبري جامع البيان لإبن جرير الطبري المجلد الثامن صفحة أربعة مئة وتمانين القول في تأويل قوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يقول ويعني بقوله فقد آتينا آل إبراهيم فقد أعطينا آل إبراهيم يعني أهله وأتباعه على دينه يعني أهله أهله وأتباعه على دينه فإذا كان آل إبراهيم هم أهله وأتباعه على دينه فأكيد آل محمد هم آله وأتباعه على دينه فكيف يكون فقط فاطمة رضي الله عنها واثنى عشر معصوما بينما ضربوا بآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وباقي بنات النبي عرض الجدار أن يعقل هذا يا رافض يا سبائي فهل آل فرعون تعني فقط آله وهو لم تكن له دري أصلا فلما أغرق الله آل فرعون هل أغرق زوجته أم أغرق جنده وقومه وأتباعه لكن الشيع لا يستخدم عقله الآن لما يسألنا الرافضي لماذا نصلي على الصحابة رضوان الله عليهم نقول له لأننا وبكل بساطة نتأسى ونقتدي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ونحن مأمورين من قبل الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبارك وتعالى في صورة الأحزاب الآية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الصحابة طول حياته والله أمره بالصلاة عليهم يقول تبارك وتعالى في صورة التوبة الآية 103 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم ويقول سبحانه وتعالى في صورة الأحزاب الآية 43 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فهذه الآيات الكريمات جواب على الرافد الذي يسألنا ما هي أدلتكم للصلاة على الصحابة فهل هناك أدل أعظم وأوضح من كتاب الله ومن السنة النبوية الشريفة أيضا لكن أحاديثنا يشكك فيها الرافد ويرفضونها لأنها أيضا تقسم ظهورهم وتفضح عوار دينهم ولهذا نقتصر على كتبهم بما أن الحلقة موجهة للشيع الرافد بالدرجة الأولى قبل أن نفضح بعض الطوام فيها حول هذا الموضوع لماذا لم يسأل الإمام السجاد لماذا كان يصلي على التابعين وأزواجهم ودرياتهم فالسجاد لم يصلي على الصحابة فقط بل تجاوزه وتعداه إلى التابعين وأزواجهم ودرياتهم لماذا لم تسأله يا رافدي وتقول له يا إمام يا معصوم ما هي أدلتك في الصلاة على هؤلاء هذه أمامنا الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام صبح خمسة وأربعين يقول اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى درياتهم أعيد اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى درياتهم فكما نرى الإمام المعصوم السجاد يصلي على التابعين وعلى أزواجهم وعلى درياتهم فهذه كتبكم وليس كتبنا يا رافدة ولماذا يا رافدي لم تسأل الإمام علي رضي الله عنه في كتبك يصلي على الصحابة في أكثر من مصدر كما في مستدرك نهج البلاغة لكاشف الغطاء وفي كتاب نهج البلاغة خطبته عليه السلام في أمر البيعة وأيضا كما في هذا الكتاب هذا أمامنا كتاب نهج السعادة للشيخ المحمود الجزء السادس صفحة 119 و120 وهو ينقل خطبة الإمام علي رضي الله عنه ونده مباشرة إلى موضع الشاهد يقول القائم بحقه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه وعلى النبيين والمرسلين والملائكة أجمعين وسلم تسليما إذن هنا الإمام علي رضي الله عنه يصلي على الصحابة فهل سألته يا رافدي ما هي أدلته هل أنتم تتبعون كتاب الله وسنة نبيه وهل تتبعون المعصومين وهم يصلون على الصحابة والتابعين وأجواجهم ودريتهم لماذا تخالفون المعصومين عندكم لماذا تستشكلون علينا ولا تستشكلون على إمتكم المعصومين ومن هنا أنصح كل رافدي أن يطلع على ما في كتبه حتى لا يخرج أمام الملأ ويخوض في مواضيع بدافع الكره والحقد على الصحابة فقط فيدخل وهو أعمى البصر والبصيرة إذن بعدما أتبتنا لماذا نصلي على الصحابة من كتاب الله ومن كتب الشيعة وعلى لسان المعصومين عندهم يحق لنا نحن الآن أن نسأل وهذا من حقنا بأي دليل تصلون على الزانيات وهل الصلاة على آل محمد تشفع لزانية زن المحارب نذهب لكتاب الكافي للكلين الجزء الخامس صفحة 465 يقول باب النوادر محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحاكم عن باشير بن حمزة الرجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر أي عمر رضي الله عنه فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج افعل صلى الله عليكما من زوج فهنا المعصوم يصلي على المتمتعين بالله عليكم يا رافضة هل هناك زاني يزني ويعرض نفسه للزنا ويعرض شرفه للانتهاك ويريد بذلك وجه الله هذا فقط نجده عند الشياء أليس المتعة قال عنها الصادق لا تفعلها عندنا إلا الفواجر ألم يقل أيضا لا تدنس بها نفسك وإذا كانت هذه الزانية تريد وجه الله بارتكابها لهذه الفاحشة أليس بنات المعصومين أولى لماذا يرفضها الأئمة على بناتهم هل يستحون من الحلال إذن المرأة التي في هذه الرواية أرادت أن تزني فقط مخالفة ومعاندة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نهى عن المتعة أما التحريم حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما اختارت هذه المرأة مع من تزني قام المعصوم يصلي عليهما ويقول لهما صلى الله عليكما من زوج ولو سألت هذا المعصوم لماذا لا ترداها لبنتك يشيح بوجهه ولا يرداها لآله كما في الرواية عندهم وهذا مشهور ومعروف فهل في دين الشيعة تشريع للأسياد وتشريع للعبيد ثم يأتي رافض متطين من رأسه لأخمص قدميه ويسأل ما دليلكم في الصلاة على الصحابة قوم بوت نذهب لطامة أخرى امرأة زنت بابنها تدخل الجنة بسبب الصلاة على محمد وعلى آل محمد هذا أمامنا كتاب لآل الأخبار تأليف عمدة العلماء والمحققين وزوبدة الفقهاء والمجتهدين الشيخ التوسر كاني في الجزء الأول في صفحة 1200 و 1201 تحت عنوان في قصة امرأة زانية في فضل الصلاة ونجاتها بها يقول ونقل في خلاصة الأخبار في باب أحد وتمانين منه قصة غريبة ناقلا إياها عن السيد الجليد السيد نعمة الله الجزائري في امرأة فاحشة زنت بابنها فرآها ابنها بعد موتها في هيئة حسنة فرآها ابنها بعد موتها في هيئة حسنة ومقام رفيع فسألها عن سببه فقالت أعطيت هذه المرتبة من بركة الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم امرأة زانية فاحشة زنى محارم تدخل الجنة فقط لأن ابنها الذي ارتكب معها الفاحشة رآها في صورة حسنة فادعوا أنها نالت الجنة بفضل الصلاة على آل محمد ولعن أعداء آل محمد أي لعن الصحابة وكأن الجنة عزبة أبوهم أو عزبة أبو نقمة الله الجزائر الذي نقل هذه الرواية هكذا جعلوا لعن الصحابة أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد ليعلم الجميع أن هذا الدين هو دين آل كسرى دين آل ساسان لا غير وهذا كتاب مجمع النورين لأبو الحسن الماروندي صفحة 208 يقول فصل في بيان أن تواب اللعن أزيد من تواب الصلاة على محمد وآله ومن تواب السلام ورد جوابه حديث علوي نقل من خط محمد بن الحسن الحر العامي المجاور بالمشهد المقدس الرضوي أن أمير المؤمنين كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد وآله ويسلم عليه ومر به ثانيا ولم يسلم عليه فقال يا أمير المؤمنين لما لم تسلم علي هذه المرة فقال خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلاة على محمد وآل محمد هذا هو دين السبعية ثم يأتي متطين ويسأل لماذا نصلي على الصحابة طبيعي أن يسأل هذا السؤال لأنهم غسلوا مخه بهذه الروايات التي قرأناها وهي تأمره بلعن الصحابة وأن لعنهم أفضل من الصلاة والسلام ورد السلام بل ازني وارتكب الفاحشة ونعن الصحابة وستنال الجنة هكذا قالوا لهم وكتبهم تشهد عليهم أن اللعنة أفضل من الصلاة على محمد وعاء المحمد ومن السلام ورد السلام وهذا كله يدل على حقدهم وكراهيتهم لكل من كان يحيط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريب من النبي ومن اتبع النبي وجاهد مع النبي ومن أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم إن أسقطوا الناقل سقط المنقول لكن هيهات هيهات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر